الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا الدرس الثالث والرابع. السؤال الاول بيقول هنا. to get the nationality from the word europe. we add the suffix a. هنا بيقول لك علشان نحصل على الجنسية من كلمة يوروب. بنضف لها suffix لاحقة في الاخر هنا بنحط an. عشان تتحول الى european اللي هو طبعا جنسية. بعد كده بيقول communicate is a verb. ولكن communication is not. طيب كلمة communicate يعني التواصل دي فعل. اما بقى communication دي بتكون ايه? طبعا دي معناها التواصل نفسي. ده اسم. فاقول هنا نون. واللي بعده بيقول هنا. to get the opposite of true. we add the prefix not. علشان نحصل على عكس او مضاد. خلي بالك. عكس كلمة true بنحط لها في الاول هنا بادئة. طبعا يو ان. عشان تبقى untrue. اللي هي طبعا عكسها. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. انزل في المكتبة. we can't talk. طيب بعد كده بيقول. so we communicate using اي نقط. خلي بالك بقى. عاوز يقول في المكتبة ما بنقدرش نتكلم مع بعض. لذلك بنتواصل باستخدام حاجة اسمها eye contact. اللي هي طبعا التواصل البصري. فاقوله هنا contact. بعد كده بيقول. بعض الطيور. كان نقط. the voices. like the birds. طيب هو هنا عايز يقول ان في بعض الطيور تقدر انها تقلد الاصوات. زي طبعا البغبغان. طيب يقلد او ينسخ دي اسمها copy. فاقوله هنا كان copy. طيب بعد كده بيقول. language. نقط. people together. هل بقى لك عاوز يقول اللغات طبعا تصل وتربط الناس ببعضها. كلمة يصل او يربط دي اسمها connect. فاقوله هنا connect. واللي بعده بيقول. I think my brother isn't sleeping. I can hear his نقط. بيقول هنا اعتقد ان اخويا مش نعم. انا قادر اسمع صوته. احنا قلنا ان صوت الانسان ده بنقول عليه voice. اما صوت الاشياء بنقول عليه sound. واللي بعده بيقول. the نوعات are the qualities that make you different to other people. بيتكلم هنا عن التنوع او الاختلاف يعني. اللي بيفصل بين الناس. طبعا دي بنسميها هوية. هوية الشخص. هويات دي اسمها identities. بعد كده بيقول a person who speaks lots of languages is a. الشخص بقى اللي بيتكلم اكتر من لغة او لغات عديدة. ده اسمه متعدد اللغات. اللي هو طبعا multilingual. فاقول هنا multilingual. بعد كده بيقول. the نوعات is a person who knows a lot about subject. طيب بيقول الشخص بقى اللي بيعرف حاجات كتير عن الاشياء. ده بنسميه خبير. كلمة خبير اللي هي expert. فاقول هنا the expert. واللي بعده بيقول people often use not language in their everyday life. الناس غالبا بتستخدم. عايزوا لغة الجسد في حياتهم اليومية. طيب لغة الجسد دي اسمها body language. فاقول هنا body. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيقول هنا some children are watching a film. we know the film is scary by there نقط. بعض الاطفال بيتفرجوا على فيلم. احنا بقى عارفنا ان الفيلم ده فيلم مخيف. بايه? عايز اقول هنا بيه لغة او تعبيرات الوجه. تعبيرات الوجه دي اسمها facial expressions. فاقول له هنا facial expressions اللي هي تعبيرات الوجه. بعد كده the square has four نقط. square اللي هو المربع. طبعا المربع بيكون ليه اربع اطلاع اللي هي sides. بعد كده بيقول she is singing in a نقط voice to make the baby sleep. بيقول كمان هي يعني بتغني. عايز اقول هنا بصوت رقيق. علشان طبعا الطفل ينام. طيب. صوت نعم او رقيق ده اسمه soft. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. نقط means relating to or typical of a whole country and its people. طيب خلي بالك بيقول ايه التعبير اللي معناه. يعني مرتبط بدولة كاملة والناس او السكان اللي عايشين فيها. طبعا هنا بنقول كلمة national. ليه معناها قومي يعني او محلي. فاقول له هنا national. بعد كده something good about a situation that helps you is called not. طيب الحاجة الجيدة اللي بتحصل لك في موقف بتساعدك. طبعا دي بنسميها ميزة. ميزة اللي هي advantage. طيب بعد كده بيقول هنا you shouldn't نقط noise in the library. بيقول لك يعني اللي هيجب ان عايز يقول تحدث ازعاج في المكتبة. طيب كلمة noise بيجي معها make. فاقول له هنا make noise. تعمل ده وشي يعني. اللي بعده بيقول my father always tells me that everyone نقط. طيب بيقول ان بابا دايما بيقول لي ان كل شخص عايز يقول عنده مميزات. كلمة مميزات بيجي معها has. او have طبعا فاقول له has. بعد كده بيقول using the internet today is the fastest note of communication. كمان هنا عايز يقول ان استخدام الانترنت النهاردة اصرع وسيلة او طريقة للتواصل. طريقة او وسيلة اللي هي form. اصرع شكل يعني للتواصل. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما تعودنا بيبدأ امرنك على سؤال مهم جدا. وطبعا سؤال المحادسة. وبيجيب لك اهم كلمات موجودة في اليونت. نبدأ مع بعض السؤال الاول. بيقول هنا do you know the meaning of the word نقط. بيسألك بقى هل انت تعرف معنى كلمة متعدد اللغات. هو طالب منك هنا تكتب كلمة متعدد اللغات. طيب متعدد اللغات دي اسمها multilingual. وخلي بالك السؤال ده ما بيجيش في الامتحان بالشكل ده. هو هنا بس بيمرنك على اهم الكلمات. يبقى اول كلمة رقم واحد هنكتب فيها multilingual اللي هو طبعا متعدد اللغات. بعد كده بيقول is learning نقط important. بيسأل هنا. وعايز كلمة اللغات الاجنبية. هل تعلم اللغات الاجنبية مهم جدا? قال له طبعا yes it is. طيب هتكتب انت هنا كلمة اللغات الاجنبية. طبعا لغة الاجنبية دي اسمها foreign languages. فهتكتب هنا كلمة foreign languages اللي هي طبعا اللغات الاجنبية. حابب افكرك هنا بيمرنك على المحادثة. مش اكتر من كده. طيب بعد كده بيقول هنا do you think that learning foreign languages is helpful to you? بيسأل برضو. هل تعتقد ان تعلم لغات اجنبية ده هيساعدك يعني? قال له yes I think so because اعتقد ذلك بسبب it connects me with the international للنقط. عايز يقول ان هو هيربطني بالمجتمع الدولي. طيب خلي بالك بقى. كلمة مجتمع دي اسمها community. فانت هنا هتكتب له كلمة community. طيب. هقول لك تاني السؤال ده ما بيجيش في الامتحان بالشكل ده. هو بيمرنك بس على اهم الكلمات. هنيجي بقى على السؤال المهم جدا. وايه اللي بيجي فيه الامتحان? وهو طبعا سؤال المحادثة. سؤال الديالوج. نبدأ مع بعض سؤال المحادثة. اهم حاجة زي ما قلنا انك تقرأ المحادثة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك برضو. نبدأ مع بعض المحادثة بتاعتنا. هنا اي بيكلم به. وقال له can i ask you some questions? هل اقدر اسألك بعض الاسئلة? طبعا قلنا السؤال ده اجابته. yes sure. yes of course. يعني ايوة بالطبع وبالتأكيد. لان بعد كده هيبدأ يسأله. فدي اول اجابة. هنا سأله وقال له do you know هل انت تعرف? the meaning of the word multilingual. بيقول له يعني تعرف بقى معنى كلمة multilingual اللي هي معناها متعدد اللغات. طيب رد عليه سأله سؤال بدأ يشرح له. واضح انه عارف. طيب زي ما قلنا ده سؤال بهل لما تجي تجاوب هتجاوب بيس. زي ما تعودنا بقى كما. اليو هتتحول الى i. وطبعا دوقتين زي ما هي. فتاني اجابة yes i do. طيب هنا سأله سؤال. اجابته كانت yes learning foreign languages is important. بيقول له ايوة بقى اللغات الاجنبية. ده مهم جدا. خلي بقى لك الاجابة بدأ ب yes. يبقى داس وقال بهل. طب هجيبها منين? من الاجابة عندي is. هسأل بها. هقول له بقى هل تعلم لغة اجنبية مهم. بس كده. هتقول is. طبعا انا بسأل هنا عن تعلم لغات اجنبية. فقوله بقى من الاجابة learning foreign languages. هل تعلم اللغات الاجنبية? وقوله في الاخر important. بيكون مهم. زي ما قلت لك اهم حاجة قبل ما تجاوب المحادسة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تحل. يبقى هنا رقم تلاتة. بيقول له يعني هل بقى تعلم اللغة الاجنبية ده مهم? قال له طبعا انه مهم. طيب بعد كده هيبدأ يسأله سؤال على الكلام ده. هنا سأله سؤال في رقم اربعة. كانت اجابته because learning foreign languages connects you to the international community. بيقول له بسبب ان تعلم لغة اجنبية هيخليني يعني اتواصل مع المجتمع الدولي. طيب خلي بقى لك بقى الاجابة هنا بدأ ب because. لما تلاقي الاجابة بدأ ب because وبسأل عن السبب. تقدر تسأل هنا ب why? بيقول له يعني مهمة قال له ليه? بعد كده قال له how many languages can you speak? كما عدد اللغات اللي انت بتتكلمها? طب اكتب اللي انت عايزه. طيب تقول مسلا three languages. تلات لغات او اتنين اللي انت عايزه هيكون صح. لانه هو هنا مش محدد. خلينا نقول تلات لغات. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. you نقط. be careful about how you use your body and voice. طيب هنا عايز يقول يجب ان تكون حذر. يعني في ان ازاي تستخدم جسدك وصوتك. لغة الجسد يعني. طيب دي نصيحة. يبقى له you should be careful. يبقى هنا should. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. let's نقط. to make her laugh. خلي بالك بقى. كلمة let's دي من الكلمات اللي بيجي بعدها الفعل دايما في المصدر. فانت هنا هتقول let's try. يلا بينا نجرب. واللي بعده بيقول هنا good idea. فكرة جايدة. نقط. about singing a funny song. طيب خلي بالك بقى. ده اقتراح في صورة سؤال. طيب كلمة about وراها فعل مضف له ing. يبقى تقول how about او what about. اللي موجود عندك how about. اللي بعده بيقول هنا. I نقط. is hurting her. بعد كده بيقول you can see from body language. طيب خلي بالك بقى. هو هنا عايز يقول انا اعتقد ان اسنانها بتقلمها. تقدر تشوف ده من لغة الجسد. طيب كلمة اعتقد اسمها I think. بعد كده بيقول why don't you not the football team. برضو خلي بالك. كلمة why don't من الحاجات اللي بيجي وراء الفعل في المصدر. فدي سهل كده. why don't you join لما لا تنضم. بعد كده بيقول shall we not home now. نفس الكلام برضو. كلمة shall بيجي بعدها الفعل في المصدر. يعني بدون اضافات. المصدر عندي هنا اللي هو go. فاقول له go. واللي بعده بيقول هنا we should not hard to pass the next quiz. يجب علينا ان احنا نزاكر بجد. برضو كلمة should بيجي بعدها الفعل في المصدر. المصدر هنا اللي هو study. فاقول له هنا should study. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا سؤال correct. السؤال الاول. بيقول هنا let's not to the club. خلي بالك احنا قلنا ان كلمة let's بيجي بعدها الفعل في المصدر. طب المصدر من وينت اللي هو go. بتقول let's go. واللي بعده بيقول هنا how about نقاط football. اه خلي بالك بقى كلمة how about. وهو what about بيجي وراهم الفعل مضاف له ing. فالصح انك تقول how about playing. وباستخدمها طبعا في صيغة الاقتراح. يبقى اقول له playing. واللي بعده نفس الكلام بيقول لي what about نقاط launch now? وبيسألك هنا عن الطهي. what about بيجي بعدها الفعل برضو مضاف له ing. فتقول لي cooking. الحاجات دي لازم تحفظها. what about cooking? طيب اللي بعده بيقول why don't you نقط this nice scarf. طيب خلي بالك احنا قلنا ان why don't باستخدمها في الاقتراح وبيجي وراها الفعل في المصدر. المصدر هتشيل ing. هتقول هنا where? الفعل يعني بدون اضافات. واللي بعده بيقول shall we نقط Maria to the party. طيب كلمة shall برضو بيجي وراها الفعل في المصدر. فهتقول هنا invite. اللي هو يعني فعل في المصدر معناه يدعو. فتقول هنا invite. واللي بعده بيقول هنا I should نقط more than one language. طيب should بيجي وراها المصدر. يجب ان انا اتعلم. يبقى هنا learn. الفعل يعني بدون اي اضافة. واللي بعده بيقول why نقط you take part in the school play. طيب خلي بالك عايز يقول لما لا. لما لا دي اسمها why don't. يبقى له هنا don't. طبعا نصيغ الاقتراح دي جزئية حفظ. لازم تحفظها عشان تعرف تحل عليها. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما تعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس التالت والربع. طيب بيبدأ معي بسؤال lesson سؤال نص الاستماع. السؤال ده عبارة عن نص صغير بتسمع كويس جدا في بداية الامتحان. ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ انك تختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب علشان النص ده موجود عندك في اخر الكتاب. فبتلاقيني بسيب لك السؤال ده زي واجب كده. اقرأ النص على مهلك وابدأ اختار الاجابات اللي قدامك دي. وبعد كده ابدأ اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل. وهو طبعا سؤال مهم جدا. سؤال ده لك سؤال المحادسة. طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? طيب المحادسة بتاعتنا بيقول هنا طيب هنا فادي بيكلم صاحبه علاء وبيكلمه يعني عن الذهاب الى المسرح. طيب خلينا نشوف مع بعض كده. المحادسة بتاعتنا هنا فادي بيكلم علاء وبيقول له هلو علاء بيحيي. رد عليه وقال له هلو فادي وقال له بيقول له يعني يلا بينا نروح المسرح. طيب هنا سأله سؤال. الاجابة كانت علي ربيعة. بيقول له ان في يعني مسرحية جميلة جدا ليه علي ربيعة. طيب واضح كده ان هو بيسأله ايه يعني اللي موجود في المسرح? مش كده? طيب ما او ماذا دي اسمها ادي اول سؤال. ايه بقى النهاردة اللي موجود على المسرح? قال له فيه مصرحية كويسة جدا لعلي ربيعة. يبقى اول سؤال رقم واحد. هقول احنا عارفين ان كلمة معناها مصرحية. بتيجي بمعنى مصرحية. طيب بعد كده فادي سأله سؤال. اجابته كانت ايوة انا عارفه اللي هو علي ربيعة. يبقى هنا بيسأله هل انت عارفه? بيقول له هل انت تعرفه? قال له ايوة انا عارفه. وقال كمان ان هو يعني ممثل مضحك يعني. طيب بعد كده قال له هنا what time are we going to meet? ايه الوقت اللي هنتقابل فيه? طيب هنا لازم تكمل لانه بيدي لك وقت تحت هنا. خلي بالك تحت بيقول له يعني الساعة اللي هنتقابل فيها. يبقى هترجع انت هنا تكتب له نفس المعاد. هتقول اتقابل يعني الساعة سبعة وربع. يبقى انت هنا ملزم بالوقت اللي موجود عندك في المحادسة. عشان كده بقول لك لازم تقرأ المحادسة كلها. فدي قال له how are we going to go to the seater? ازاي بقى احنا نروح للمسرح? هنروح ازاي? ايه الوسيلة اللي نروح بيها? طيب صاحب قال له حاجة وقال له it's not far. انه مش بعيد. مش بعيد يبقى هيروح ومشي. طيب تقول مثلا let's walk. او تقول مثلا on foot على الاقدام. او يلا بينا نمشي. مفيش مشكلة. طالما مش بعيد. قال له okay let's meet at seven at the seater. هقبلك يعني الساعة سبعة وربع في المسرح. طبعا هو هنا هيقول له. تمام. هيقول له okay برضو. وممكن تكمل وتقول I will wait there. يعني تمام? انا بقى هستنك هناك. يبقى اخر اجابة رقم خمسة. okay I will wait there. هستنك او انتظرك هناك. طيب. بعد كده نكمل مع بعض. بيكون عندنا سؤال مهم جدا وهو طبعا سؤال الاختياري. السؤال الاول. بيقول. to understand a young baby try to look at his not expressions. علشان تفهم. طفل صغير رضيع يعني. انت تحاول انك تنظر الى ايه. عايزو بقى تعبيرات وجهه. طيب تعبيرات الوجه دي اسمها facial expressions. فقوله هنا facial. بعد كده مستر بليغ is multilingual. he speaks more than one نقاط. مستر بليغ ده الراجل متعدد اللغات. يبقى هو بيتكلم اكثر من لغة واحدة. طيب لغة يعني language. فقوله هنا one language. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. can you give me some note? هل بقى تقدر تديني بعض? عايزو للنصائح. طيب نصائح يعني advice. واللي بعده بيقول هنا some animals and birds can not sounds. بيقول كمان ان بعض الحيوانات والطيور ممكن انها تقلد الاصوات. قلنا يقلد دي اسمها copy. واللي بعده بيقول هنا. has a nice note. she sings well. طيب رحمة عندها صوت ايه? هي بتغني كويس. قلنا صوت البشر ده بنسميه voice. اما بقى صوت الاشياء بنقول عليه sound. رحمة هنا هيبقى له voice. اللي بعده بيقول هنا. also على الرغ. she speaks Arabic. انها بتتكلم عربي. I can't understand her نوعات. عايز يقول على الرغم من انها بتتكلم عربي. انا مش قادر افهم لهجتها. طيب كلمة لهجة دي اسمها dialect. فاقول له هنا dialect اللي هي لهجة يعني. اللي بعده بيقول هنا. نوعات means to join things or places together. خلي بالك بقى تضم شيئين او مكانين الى بعض. كده انت بتعمل ربط او بتوصل لحاجتين دول. يوصل او يربط دي اسمها connect. واللي بعده بيقول هنا. let's not for a picnic. طيب هيا بنا. قلنا let's بيجه راها الفعل في المصدر. يبقى المصدر هنا اللي هو go. يلا بينا نذهب. بعد كده how about not to music. ده اقتراح. كلمة how about بيجه وراها الفعل مضاف له ing. يبقى اقول له هنا listening. يبقى اقول له هنا listening. بعد كده بيقول you should not careful about your position. طيب خلي بالك بقى. يجب انك تبقى حريص مع ممتلكاتك. كلمة should بيجي وراها المصدر. طب المصدر اللي هو بي. ده المصدر من ام او از او ار. بعد كده بيكون عندنا سؤال طبعا ده مجاب عنه في نهاية الكتاب.